طب الفم والأسنان برضو من ضمن الإشاعات إنه كلية طب الفم والأسنان ده بمناسبة دخول العام الجميعي بقى الدراسي قالوا إنه هو هيب أربع سنين ده مش حقيقي لا تغيير في سنوات الدراسة في كليات الطب أو طب الأسنان بكرة لأ النهاردة وصل للقاهرة أربع وزراء سوداني هم وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة وزير الشباب والرياضة الدكتور أبو البشر عبر رحمن وزير الدولة للنقل إبراهيم يوسف وزير الصناعة السوداني موسى راما وزير الزراعة والغابات عبدالله سليمان الأربع وزراء السودانيين هينأشوا مع نزراءهم في الحكومة المصرية كل ما يتعلق بالزراعة والسياحة والصناعة ونقل الخبرات في مجال النقل خصوى النقل البحري وأيضا مجال الشباب والرياضة يعني أعتقد أنه ده يتصق مع اتفاقيات الاستراتيجية اللي حصلت بنا وبين السودان خلال السنوات السابق عايز أروح لحمدين صباحي مبارح حصل مؤتمر عملوا طيار الكرامة ومؤسسه حمدين الأستاذ حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق حقيقة قال في كلام في منتهى الغرابة المؤتمر هو عمله من أجل التضامن مع معصوم مرزوق معصوم مرزوق بيتحقق معاه بتهمة الانضمام لجماعة بتهدف لهدم الدولة المصرية الدستور بيحمي الدولة المصرية قوانين ممارسة الحقوق السياسية بتحمي الدولة المصرية حتى قانون التظاهر اللي احنا اعترضنا وكان لنا ملحوظات عليه بيحمي الدولة المصرية وبيحمي حق التظاهر انك تاخد اذن او تاخد تصريح وتحدد المكان عشان ما نرجعش لزمن الفوضى هناك بعض الساسة او الذين يطلق عليهم ساسة ونشوة